اشتركوا في القناة على سبيل المثال في طرابلس تحقق كثير من تحسن نحن حاليا نقوم بترتبات امنية وبدأنا بالفعل في تنفيذها المستوى طرابلس الكبرى الحياة الطبيعية تسير بوتيرة طبيعية المصحات المستشفيات المؤسسات التعليمية في حركة طبيعية خلاف ما اعتقد البعض ان العاصمة ترى بالاسم هجورة نتيجة الوضع الامني حالات التجاوز والتجاوزات والخرقات وحيانا قد تكون في حالات خطف موجودة في كثير من الدول لكنها زادت في الاولى بالعكس في الاولى الاخيرة قلت بدرجة كبيرة جدا هناك ضبط امني ملحوظ لكن الحالات التي انتحدثت عليها موجودة في كثير من الدول هل يبدون حملت السلاح هناك من يشير الى كتائب هناك تعبير ينتشر في العلام عن ميليشيا تحمل السلاح تستفيد من حالة الفوضى هل من سهل اقناع هؤلاء التخليع عن السلاح ربما عن بعض الامتيازات لحملهم ذلك السلاح والامدماج في مؤسسات الدولة الامنية الداخلية الدفاع بدأنا حتى بالفعل في تعامل مع هذه التشكيلات بمحاولة استيعابها وضمها لمؤسسات الدولة وفق طوابط بحيث اننا نتحدث على انه لما تدخل تصبح كوحدات امنية وعسكرية منضبطة بدل ما تكون تشكيلات او ميليشيات حسب المصطلح المستعمل هذا يحتاج الى برامج في مقاربات في دول اقرة مرت بهذه التجارب وتجاوزتها بشكل ايجابي كثير من هالدول حتى مؤسساتها العسكرية الخالية نواتها الاسية كانت ميليشيات لكن تجاوزت هذه الازمة وتجاوزت هذه المراحل واختزلت الزمن وكونت المؤسسة العسكرية وكونت المؤسسة الامنية بشكل احتراف ترجمة نانسي قنقر